اول اجتماع كان بحضور اللواء اركان حرب وليد ابو المجد اللي تقريبا حضر كل الاجتماعات النهاردة مدير عام مشروعات جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة واللواء اركان حرب كرم سالم رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للمقاولات والمهندس طه الجمال ده من مستثمري القطاع الخاص زي ما قال السفير بسام راضي انه كان الاجتماع بخصوص استعراض جهود الدولة من خلال جهاز الخدمة الوطنية في توطين الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص وتحديدا انشاء مجمع صناعي لانتاج البولي اثيلين وطبعا الجانب الممثل لهذا القطاع كان المهندس طه الجمال احد مستثمري القطاع الخاص طبعا مجمع خدمات او انتاج البولي اثيلين ده بيعكس تصور الدولة في توطين المكون المحلي والصناعة المحلية وتقليل فطورة الوردات لبعض المنتجات التي يمكن ان هي تنتج في الداخل كان منها منتجات البولي اثيلين وبولي اثيلين ده كل منتجات البلاستيك وغيره ده فيه عندنا 30 خط انتاج هينتج حوالي 1000 منتج مختلف تخيل يعني مصنع فيه 30 خط انتاج 30 خط انتاج هينتجوا اكتر من 1000 صنف 1000 منتج كلهم من البولي اثيلين وده طبعا هيبقى طبقا للمواصفات الاوروبية هيوفر عملة صعبة وهيعمق ويوطن الصناعة ويمكن ايضا ان احنا نصدر الى الاسواق الافريقية والمنطقة المحيطة ويننفذ اتفاقات تجارة حرة مع الكميسة وباقي الدول الافريقية ده كان الاجتماع الاول يبقى اول اجتماع بشكل مختصر وسريع مش عايز بس نفقد البصلة الاساسية انا عايزك بس تركز على اجتماعات السيد الرئيس اليومية في قصر الاتحادية وشوف احنا بنتكلم على ايه كل يوم بنتكلم على ايه يعني حاول لو احنا قدرنا نعمل عملية تحليل محتوى لاجتماعات الرئيس واهتمامات الرئيس مش هنجدها اهتمامات يعني موسمية او لا ده احنا فيه اجندة موضوعة فيه خطة موضوعة فيه متابعة دقيقة وكأنه احنا فيه موسم من العمل بيبدأ بيه متابعة بيبدأ بيه محاسبة بيبدأ بيوضع خطط بيبدأ بيه تعميق مشروعات تعميق صناعة لو احنا نشوف هنلاقي كل ما هو موجود على ارض الدولة المصرية تم منقشته وتم اصدار توجيهات من مكتب الرئيس فيه قصر الاتحادية من واقع الاجتماعات الترتيب تخطيط اولا والترتيب ثم اصدار التوجيهات للتنفيذ ثم التنفيذ ثم متابعة التنفيذ ثم متابعة النتائج وفقا للخطط الموضوعة مسبقة بقول كلام انا بتابعه على مدار اليوم بس مش باخد الاخبار على انه خبر النهاردة ايه النهاردة يا جماعة جلنا من الرئاسة يقولك ده النهاردة الرئيس اه عنده مقابلة او عنده مقابلتين كنا زمان بنتابع ان الرئيس عنده مقابلة مع نظيف اجنابي عنده مقابلة مع رئيس الحكومة عنده مقابلة مع وزير الدفاع عنده مقابلة مع وزير خارجية مع مدير مخابرات مع اركان الدولة بشكله باخر وعلى فترات متباعدة النهاردة اكاد اجزم انه ما فيش يوم بيعدي طالما الرئيس موجود في مصر ما فيش يوم بيعدي إلا بمجموعة اجتماعات مع دولاب العمل دولاب العمل الحكومي ودولاب العمل اللي موجود في القوات المسلحة وباقي أجلسة الدولة أعتقد ما فيش يوم مرة علينا عن المشتغل إلا ما ندر الحقيقة يعني يعني بقول الحقيقة إنه الرئيس مسافر برة بيبقى عارفين الفعليات إيه وبنتابع الفعليات الرئيس عنده مؤتمر بيعارفين المؤتمر كذا الرئيس ما عندهش لمؤتمر ولا سافر برة عنده اجتماعات في مكتبه بقصر الاتحادية زي ما بنشوف كل يوم اليوم اللي ما بنشوفش فيه وده قليل جدا جدا ما بنشوفش فيه خبر جاي من الرئاسة من الرئيس قبل حد بنعرف بعضين لأ كان فيه حاجة بس لسه ما انتهتش كان فيه اجتماع لسه ما خلصش إجمالا يعني مش عايز أسبغ شيء لكن عايز بأنقل الحقيقة انه فيه متابعة يومية وانا بقول لكل مسؤول كل وزير وكل محافظ طالما انه انت بتتابع شغلك وبتتابع الناس المسؤولة منك بشكل دقيق اكتبع الناس المسؤولة من نفسه اكتبع الناس المسؤولة من نفسه اكتبع الناس المسؤولة من نفسه